وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة وما يتضمنه ذلك بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على أعمال التصنيع والصيانة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي معلواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهازي مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومسؤولي إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الكهرباء وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مجال توطين الصناعة ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعة بها خاصة تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية وذلك نظرا لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى الجمهورية وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود جهازي مشروعات الخدمة الوطنية بالاشتراك مع القطاع الخاص في توطين الصناعة خاصة في قطاعات المشروعات التنموية الكبرى بما في ذلك أجهزة الرأي الحديثة بما يسهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة ومن ثم خفض فطورة الاستراد كما تم عرض جهود توطين صناعة مكونات أنظمة التحكم في المياه والزراعة الذكية والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لحساب كمية المياه التي تحتاجها المحاصيل وجودة الظروف البيئية الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته وترشيد استهلاك مياه الرأي واتصالا بالزراعة واستصلاح الأراضي أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم استعراض جهود توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب وذلك في إطار المشروع القومي للصوامع وزيادة الساعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين في مختلف المحافظات بالشاركة مع الخبرات العالمية التي تضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا شكرا